فالتأمية إنقام صير التمصير حاجة والتأميم حاجة تانية التمصير اللي هو تأميم الشركات الأجنبية ده كان مهم جدا لأن مصر كانت معمولة على أنها مزرعة للقطن طويل التيلة من أجل مصانع لانجشاير في أحمد فأنت بتغير الأعمال بتغير الفكرة كلها فكان طبعا ده مهمة ولأنه برضو من الأضرار اللي حصلت إن الأجانب مشي وده كانت نقطة مش كويسة برضو لأن الأجانب الحقيقة كانوا بيوجدوا نهضة وبيوجدوا نوع من التقدم ونوع من التغيير للعقليات والحاجات ده كلها إنما كان ده ضروري في رأيي التمصير ده كموضوع آخر التأميم بقى ده موضوع حصل في أخضاء كثيرة يعني مثلا ما يجي مصنع بتاع ياسينة للزجاج ده كنا فرحانين بي جدا لأنه بير طب يتأمم ليه؟ يعني مثلا شركة الصونات بتاعت محمد فوزي طبعا دي كلها كانت تصورة كبيرة زي دي كون بيحصل أخطاء طبعا في أخطاء وده اللي احنا بقى عليه الأخطاء إنما كان فيه البعد الوطني والبعد الإخلاص الكامل في ذلك الموضوع طبعا